ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات تقول فيما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد يجوز أن تهدي ثواب العمل الصالح للأحياء أو الأموات بعض الناس بيظن إن الصدق الجارية تكون للميت فقط لا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذن يجوز أن يقوم الإنسان بعمل صدقة جارية في حياته ينفع أعمل صدقة جارية وأنا في الحياة تعود علي بالنفع حيا وميتا اسمع حديث سدن النبي سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره سبعة أشياء سبعة أشياء يجري أجرهن للعبد وهو في قبره من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته هذه الأشياء السبعة تعود بالنفع على الإنسان في قبره يبقى ينفع أعمل عمل صالح عن نفسي وعن غيري ينفع أعمل عن ولدي عن ولدتي عن أحد من أقاربي عن أحد من أصدقائي عمل صالح يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات طب ها واحد يقول لي طب أنا بأعمل عمرة ينفع أعمل عمرة للأحياء آه ينفع بس فحال وحده لو كان هذا الحي على قيد الحياة لا يستطيع الذهاب للعمرة لمرضه مرضا لا يستطيع معه الحركة إنما واحد يقدر يروح خلاص يروح طب واحد يقدر يروح قادر جسديا وغير قادر مديا ما ينفعش تعمل عن عمرة العمرة عن اثنين إما عن الميت أو عن المريض مرضا لا يرجى برؤه مش قادر يروح واحد عنده شلل واحد بيغسل كله واحد عنده مرض ولا يستطيع معه الحركة أو امرأة مسنة كبيرة لا تستطيع الطواف ولا تأدية العمرة يقوم حد يعمل عنها العمرة في هذه الحالة يجوز أن تؤدي العمرة عن الحي لكن المريض الذي لا يستطيع الذهاب إنما أي عمل صالح من صدقات جارية يجوز أن تهدي ثوابه لنفسك أو لغيرك ويجوز للأحياء ويجوز للأموات وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جهي ضحي ضحى بكبش أقرا وقال هذا عني وعما لم يضحي من أمتي يعني سيدنا النبي لم ينسى الفقراء في الأضحية صلى الله عليه وسلم